يا فضيلة الإمام هذا غيض من فيض والسيرة سيرة الأزاهرة عطرة ومواقفهم نبيلة منتصرة دائما لصحيح الدين أنتظر منكم وأنتظر منك أنت يا فضيلة الإمام أن يكون هناك بيان يشفي صدور قوم مؤمنين هذا البيان يفرق بين الحق والباطل يوضح للناس الصورة الصورة يا فضيلة الإمام مرتبكة هناك أناس لا يعلمون ولا يعرفون ويظنون أنهم على الطريق القويم سائرون هم يرتكبون المعاصي دون علمهم هم يؤيدون هؤلاء ظنا منهم أنهم يؤيدون الإسلام لكن هنا يظهر دور المؤسسة العريقة العظيمة الوسطية الأزهر أن يخرج علينا ببيان يوضح الحق والباطل هل ما ينادي به هؤلاء من صحيح الدين هل القتل والتشريد والتفجير والحرق من تعاليم الدين هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه بيعة في هذا الزمان وهناك حاكم وهناك نظام هل يمكن يا فضيلة الإمام أن نقبل بوجود من يسمون أنفسهم بأولياء على الناس هل هناك من هو ينصب نفسه متحدثا رسميا بسم الله ورسوله هل يمكن أن نقبل من يفجر ومن يدعو إلى التفجير بأنه يتحدث باسم علماء المسلمين هل يمكن أن نخطئ في رؤية الحق والباطل هل يمكن أن نستمر في هذه المرحلة المتداخلة نحن في مرحلة تاريخية نحن في مأزق تاريخي يا فضيلة الإمام نحن الآن في مفرق طرق نحن الآن لابد أن نوضح الباطل ونوضح الحق لا تخاف في الله لو متلائم ولا يجب علينا أن نصمت يجب علينا أن نوضح لأنه في هذا الزمان سنحاسم جميعنا راحلون أنت ميت وأنا ميت وهؤلاء ميتون وسنحاسم ونسأل وتسأل لأنك الإمام هل قلت لهؤلاء أنكم في غي وفي ظلم وفي باطل هل قلتها صراحة في وجوه الناس وعلى رؤوس الأشهاد هل خرج بيان من المؤسسة التي أنت رب لها ومسؤول عنها وراع لها لتقول للناس وتصدر بيانا للناس وتقول هذا بيان للناس بأن هؤلاء قوم باطل بأن هؤلاء قوم فتنة بأن هؤلاء دعاة إرهاب بأن هؤلاء شوهوا صحيح الدين بأن الدين منهم براء ستسأل يا فضيلة الإمام ولأني أحبك فإنني أدعوك أن تخرج لنا ببيان واف ولأني أحب الأزهر وأخاف على الأزهر فإنني أدعوه أن يتبوأ مكانته ومكانه في قلوب المسلمين ولأني أخشى على هذا الدين من هؤلاء العابثين فإنني أقول بأننا براء من هؤلاء نحن براء من هؤلاء هؤلاء الذين رفعوا المصحف على أسنة الرماح هؤلاء الذين يتخذون آيات الله هزواً ولاعباً هؤلاء الذين يستخدمون أحديث رسول الله في غير موضعها هؤلاء الذين إذا رأوا منكراً لأحبائهم قابلوه هؤلاء الذين استباحوا الزنا، واستباحوا الدعارة، واستباحوا المسلية الجنسية، واستباحوا اللوات، واستباحوا الربا، واستباحوا الخمور هؤلاء يقيمون هناك ويقولون هذا خليفتنا هل هذا من الدين أنا لا أسيس ولا أبحث عن قضية سياسية لكني هنا أخشى وأغير صادقة على هذا الدين الذي أراه قد اختطف اختطف من هؤلاء الذين يتحدثون باسم الدين هؤلاء الذين يصلون أفضل منا ويصومون أفضل منا ويقيمون الليل أفضل منا ويصبحون الله أناء الليل وأطراف النهار لكن هؤلاء يقومون بأفعال ليست من الدين في شيء وهكذا تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنكم ستجدون أقواما يصلون ويزكون ويحجون ويسبحون لكنهم خارج هذه الملة خارج هذا الدين أنا لست فقيها ولن أكون ولست رجل دعوة لأن هذه الدعوة لها رجالاتها لكني رجل مهموم مهموم بأمر بلدي وأمر ديني مهموم بهذا الوعي المفقود وهذا الوعي الغائب مهموم بكل ما يدور حولي من خراب في العقيدة وخراب في الفكر وخراب في التوجه وعملية محارج شخصية هنا وهناك أقول بأنه مراقبون جميعا جميعنا مراقبون